السلام عليكم نفتتح بالقول كل عام والعراقيون بخير وصحة وأمان في رأس السنة الجديدة وفي العام الجديد اليوم افتتح اجتماع مجلس الوزراء بديباجة معتادة من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وهنأ فيها العراقيين والوزراء والمؤسسات بقدوم العام الجديد وتمنى لهم عام خير وصحة وأمان ثم توقف عند محطات كان للحكومة فيها نجاحات وإخفاقات في الوقت نفسه كشأن العمل في بيئتنا بالتعاون جعلنا من كثير من مواقع التحدي فرص نجاح لهذه الحكومة ومن ثم لبلدنا والعراقيين كانت هناك في عمل الحكومة طوال العام الماضي جهد حثيث لتفكيك الأزمات وتخفيف حدة التوترات والترات عالجنا مسائل كثيرة أمنية واقتصادية واجتماعية بذلنا أقصى الجهد في الانفتاح على العالم حتى سمي هذا العام عام الدبلوماسية عام 2021 لكثرة ما شهده العراق من انفتاح على البلدان وخاصة دول الجوار الإقليمي التي أفضت الحركات الحكومية وزيارات السيد رئيس مجلس الوزراء وعمل وزارة الخارجية إلى كل هذا الذي نشهده من علاقات واسعة مع بلدان العالم كافة حتى أفضت الأمور إلى أن تجتمع الدول في بغداد في مؤتمر القمة المعروف وصرنا حاضنة ومحطة لقاء حتى للخصوم يجتمعون هنا في بغداد آتين من بلدان عديدة على مستوى الاقتصادي كان هناك إصلاح حقيقي يعتمد على مشروع الورق البيضاء التي لاقت استحسانا محليا ودوليا في خطتها لمعالجة أزمة الاقتصاد العراقي أيضا لم تدخر الحكومة جهدا في مواجهة جائحة كورونا وحماية العراقيين من عقابيل هذه الجائحة التي عمت العالم والحمد لله استطعنا أن نقاومها وأن نحقق فيها نجاحات على مستوى مواجهتها وحماية الناس وتوفير اللقاحات أيضا كان هناك في هذه الحكومة جهد استثنائي للاهتمام بالطاقة البديلة والطاقة النظيفة نحن نحاول جاهدين في أن نلتحق بالركب العالمي في هذه الخطة بالاعتماد على الطاقة البديلة والنظيفة وبالتأكيد كان هناك جهد أيضا في مواجهة الإرهاب وخاصة عصابات داعش الإجرامية وكانت هناك أيضا لنا خطط في هذا ونجاحات أيضا أما فيما يتعلق بانسحاب القوات القتالية الاتفاق الذي أبرم سابقا مع الولايات المتحدة الأمريكية أنجزة ولم يعد من وجود لأي قوة قتالية أمريكية على أرض العراق وما يشار إليها أحيانا إنما هي قوات أو أشخاص استشاريين نحتاجهم في مواجهة عصابات داعش الإجرامية بالتأكيد عمل الحكومة واجهة تحديات كثيرة ونحن لا ندعي أن كل عملنا كان نجاحا في نجاح بالتأكيد كانت هناك تحديات وإخفاقات وجل همنا أن نواصل العمل على هذه المناطق التي أخفقنا فيها لكي نحقق مزيدا من النجاح فيها وهذا وعد من الحكومة هذه والحكومة القادمة بالتأكيد لن تقل وطنية عن الحكومات السابقة في توفير ما يستحقه العراقيون من اهتمام ومن عيش كريم في مستوى القرارات والمسائل التي ناقشناها هذا اليوم في اجتماع مجلس الوزراء أود أن أعلن أن ما يسمى بالمحاضرين المجانيين وهذا مصطلح سرى كثيرا وهم لم يعودوا حقيقة مجانيين لأن هذه الحكومة نجحت في أن تدفع لهم مستحقاتهم المالية منذ العام 2021 أود أن أعلن أيضا لهؤلاء أنهم سيستمرون في عملهم في وزارة التربية ومديريات التربية في المحافظات وفي المدارس كشأنهم سابقا هذا الاستمرار في العمل يوفر طمأنينة لهم لأنهم طاقات تعبت حقيقة وقدمت للعراق خدمة مجانية بدءا ثم الآن نحن نواصل عهدنا ووعدنا لهم بأن يكونوا في مثل وضعهم السابق وأن تدفع لهم رواتبهم كان هناك أيضا في مجلس الوزراء قرار لتثبيت موظفي العقود في الوزارات كافة وفي المحافظات وفي الهيئات وشبكة الإعلام العراقي وغيرها من المؤسسات هذا القرار صوت عليه اليوم مجلس الوزراء بتثبيت موظفي العقود ممن خدموا في الوظيفة أكثر من خمس سنوات ويسعدنا أن نعلن هذا اليوم هناك كثير من موظفي العقود ظلوا ينتظرون طويلا تثبيتهم وها هو يحدث اليوم في قرار مجلس الوزراء فيما تعلق بوزارة الثقافة والسياحة والآثار كان هناك قرار يدعم هيئة السياحة بالسماح لها بمنح الإجازات وإجازات ممارسة المهنة بطبيعة الحال وتسهيل إجراءاتها دون حاجة أصحاب الفنادق والمطاعم إلى استكمال ذممهم الضريبية هذه ستؤجل منحت هيئة السياحة هذا القرار مؤقتا لمدة شهرين ريثما تسوى الذمم الضريبية للمعنيين وهذا قرار أعتقد يشكر عليه مجلس الوزراء لأنه يدعم هيئة السياحة خاصة أن هيئة السياحة حققت تقدما غير مسبوق في إراداتها منذ العام 2003 وقد قلنا هذا مرارا في الإعلام أن إرادات هيئة السياحة بدأت تستغني عن منحة المالية في رواتبها وتسدد رواتب الموظفين والذيها فائض في الإرادات مما يعزز مكانتها ويعزز برامجها ويعظم إراداتها أيضا كان هناك قرار فيما يتعلق بوزارة المالية ويتعلق هذا القرار بزيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية ليكون مبلغا أعلى حقيقة هذا القرار مهم لشركة التأمين الوطنية في أنها يدعم نشاطها في السوق المحلي وفي السوق العالمي ويمكنها من أن تنافس الشركات الأجنبية شركات التأمين الأجنبية أخيرا كان هناك قرار يتعلق بمحافظة بغداد فقد دعم مجلس الوزراء مشروع محطة وخط طوارئ النهروان وهذا القرار أتاح لمحافظة بغداد تنفيذ هذا المشروع أولا ضمانا لسرعة الإنجاز وبالأخير لضرورة هذا المشروع خدمة للناس وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة